عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً موسعاً بشأن المتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع في ظل ما لوحظ من وجود تفاوت في الأسعار وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان ووضح مدبولي أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيتم بعدها المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يغالي في أسعارها وكذلك من يقوم بحجب السلع وإخفائها عن المواطنين مؤكداً أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومصادرة السلع التي يعرضها وإعادة بيعها لصالح المواطنين وضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعاراً عادلة للأرز كسلعة استراتيجية مؤكداً أن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يخزن هذه السلعة وغيرها ويخفيها عن المواطنين